أعلنت وزارة الكهرباء والماء أنها ستفتح تحقيقاً مع مقاول صيانة التوربينا والتي أصابها الخلل في محطة الزورة الجنوبية مساء أمس الخميس لمعرفة الأسباب لا سيما أنه لم يمضي ساعات على تشغيلها بعد الصيانة وأكد الوكيل المساعد لقطاع محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه في الوزارة المهندس فؤاد العون عدم وقوع إصابات نتيجة الحادث مبيناً أن الوزارة بدأت في تقييم الأضرار ومشيراً إلى أن الوزارة ستباشر في إجراءات الصيانة اللازمة لتلك التوربينا البخارية وذلك يدخل لها الخدمة خلال صيف 2020